من جهتها هددت وزارة الخارجية الأمريكية بالرد على الهجوم الذي استهدف منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالشراكة مع الحكومة العراقية وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في مؤتمر صحفي إن الهجوم على منزل الكاظمي لم يستهدف رئيس الوزراء فحسب بل استهدف سيادة العراق أيضا وأضاف أن واشنطن لا تريد استباق التحقيقات لكنها رأت هجمات مماثلة تنفذها جهات موالية لإيران وبين برايس أن الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة في التحقيق نحن غاضبون وندين بشدة الهجوم على رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فهو لا يمثل رئيس الحكومة فحسب بل يمثل العراق وهو القائد العام للقوات المسلحة وبالتالي نعتقد أن هذا الهجوم ليس عليه فقط بل على سيادة واستقرار الدولة العراقية هناك تحقيق عراقي قيد التنفيذ وسنترك للعراقيين أمور التحقيق لقد أوضحنا ذلك الولايات المتحدة مستعدة لتقديم المساعدة بكل الطرق الممكنة في التحقيق إذا طلب العراقيون مساعدتنا والمساعدات مستعدة إنكتبت سوف ترجمة الكلام والخطوات المساعدة المتحدة مرحين مرحين المتحدة أملا إصدار